الذي جمع الحلبوسي والخنجر ليس موظف في السفارة التركية الذي جمعهم رئيس الدولة التركية السلطان أردوغان تعرف شقد حجم أردوغان وأهمية أردوغان كل جماعتك الباقين يجتمع معهم ووظف في السفارة الإيرانية جماعتي بيش؟ لا الأمر مختلف جدا شو جماعتي؟ يعني قصدي لدي هذا لدي نحكي عليهم عفوا شو جماعتك أنت من جماعة العراق لا لا أنت رجل أنا عفوا يعني هذه زلة خطأ لا لا خطأ مجلسة خطأ فهنني لا لا أنت أنا أقدر وطنيتك وأتفهمك وأقدر دموعك وحركتك وإلى آخره ولذلك أريد أحكي لك الأشياء حتى ما توهم أيضا يعني ما تصير هاي المقارنة الذي يدير الملف العراقي وطبخة الحكومات أما جهاز الأمن رجل من الأمن أو موظف في السفارة أنا الذي جمع الخنجر والحلبوسي رئيس الدولة التركية بلهم تفضلوا قعدوا صالح وأهل أو صالح دبروا أموركم دفعوا أهل بصالح مكونكم وهم ونحن بالنيابة عنهم نحترم هذا الدور وهذا الأمر فهذولا جماعتنا اللي صايرين بساطيل عند جماعتنا السنة ما اللي علاقة بالباقين السنة اللي صايرين عملاء عند الإيرانيين يجتمع معهم مرات مستخدم محلي بالسفارة ما رد أقول اسمه ومرات الاستاد مال المستخدم المحلي هذا إذا كل شوق يعني إذا رادوا يكبرون الحكي وياهم يخلون الدبلوماسي يحكي وإلا مستخدم محلي بالسفارة الإيرانية هو اللي يديرهم بصراحة أقول لك وكيفين والله شفت فلان جالي أنا سامع منك هالي الكرام أنا بقى تردي كم دقيقة ماكو مقارنة ما تصر هاي المق يعني هو الوقت وياك يعني ياريت الشباب يمددولي عاشر دقائق الآن أكو قضية بصراحتك المعهودة أنا متعلل وياك شقد متريد يمددولك عشرة عشرين بكيف بكيف الإدارة أنا وياك نحتيه نطق بطق ومقشر للجمهور العراقي أنتو 14 بغضة عين سمتو 34 بالذاكرة الجمعية عدنا بالعراقين وليادات من ينتقلون ما ينتقلون بلاش ما يجون ببلاش خل أقول لك خل أقول لك خل أقول لك أحنا عزم 14 نضافينا إلهم أحنا ناس ما داخلين بعزم يعني ما دخلت عزم بالانتخابات أنا دخلت حزب الوطن وفزت حزب الوطن ومهيمن الحمداني ما دخل ما دخل عزم وخالد السام الرائي ما دخل عزم ونواب آخرين ما دخلوا عزم بصراحة أقول لك أحنا نضمينا إلى عزم فيما بعد فيما بعد لأننا نؤمن من تجاربنا القديمة أنك بدون كتلة كبيرة لا تستطيع أن تحقق إنجازات لجمهورك فأحنا 18 ولكن من هذولة الـ 18 عشقكو أربعة ما يقبلون لأنهم عندهم علاقات هم ضد الاتفاق بين الخنجر والحلبوسي وكانوا ديت ململون يعني داخل عزم يريدون نسوون مشكلة وكلنا كل يوم نحاجز بهم إجوا الطرف الآخر شراد قال يا إحنا قلنا لهم يا با إحنا ما نقدر أرباط 18 نائب النافس الحلبوسي عنده 40 نائب على رئاسة مجلس النواب قرار من يصير رئيس مجلس النواب يتفق عليه السنة يقدمون مرشخ واحد مثلما الأكراد سيفعلون ذات الأمر أنا ما أقدر أنافس أفاوض الحلبوسي يقول له بله انسحب لا تقدم نفسك لرئاسة مجلس النواب نحن 18 هو عنده 40 فسووا شجعوا آخرين بعضهم جاء من تلقاء نفسه وعددهم قليل وبعضهم جاءوا بدفع سواء من الأخوة في الإطار أو بدفع من الإيرانيين فكبرنا صرنا 34 صرنا 32 معلونين رسميا والثنين قالوا وإحنا ما نقدر نحط أسماءنا إلى أن يصادق على النتائج أخاف يعوفون يخاف يسووننا مشكلة هنا آخر سؤال فصرنا 34 فعليا الحوار بين عزم وتقدم تحول من مناقشات يعني كانت بدرجة يعني خليني أقول التوافق على كل شيء بدأنا بحوار آخر ولكن يبدو لي أن الشيخ الخنجر ماظم فيما اتفقت عليه النساء ولا يريد أن يتراجع ويريدنا كلتنا نقرأ الفاتحة مثل محمد الحلبوسي ويريدنا نقرأ الفاتحة طب